اشتركوا في القناة امسيتنا لتشرين الانتفاضة مفاعل القصيد وسبب هذه التسمية ان فعل الشباب على الارض انعكس على تفعيلات الشعر فكانت القصائد صدا لما يفعلون نستمع اليوم لكوكبة من الشعراء العراقيين وارحب باسمي وباسمكم بكل من الشاعر الكبير مك النزال والشاعر القدير غدير الشمري والشاعر الانيق محمد صيف وارحب بي انا ايضا لاني من ساقدمهم وقد كتبت لمفاعل الثورة ضد الفساد وضد من خان البلد يسم العراق وسوف يهوي من فسد يبقى العراق معززا بشبابه وتزول عنه سياسة الفرق تسد فارسنا الاول في هذه الامسية شاعر اختار في فلسفته الغرائب فهو يصنع الصورة من انعكاس الواقع في مخيلته الشعرية فيصوغه باسلوب قل نظيره هو يزعل حتى على القمر الذي يتغنى به الشعراء لكنه الان انحاز بكامل قصائده الى الثائرين على ارض العراق فكتب بهم قصائد ما تربو ان تكون ديوانا كاملا رحبوا معي بفارس الكلمة وشاعر الموقف الشاعر الكبير ما كنا نزال السلام عليكم ورحمة الله شكرا أخي أبا 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 ها هم أتوا يا ساحة التحرير يعلون صوت الحق والتنوير صرخوا بوجه الظلم صرخة عاشق أهدى الفؤاد بغطة وسرور جاء الشباب من العراق بأسره يحدون يا أم المدائن ثوري أنا عرضة للموت منذ ولدت وكأنني قبل الولادة مت يتدفق النهران تحت وسادتي رباه كيف لرافدي ضمئت نهران يندفقان طيح شاشتي لم يطفئ النيران يوم حرقت حفت بي الغيلان بين مساجدي أجرت علي الرجم حين سجدت والريح تتل الريح تعصف بالردى حتى تزعزع واشتكاه البيت إما صحوت تراكمت سحب الدجا والشمس تقرضني إذا ما نمت جادلت نفسي في قضاء نازل وطويت أجوبة خبت وسألت من ذا تجرأ أن يخاصم دجلتي أولم يخف مني إذا أغضبت في غفلة مني تفاقم نزفها وأنا من الجرح الجديد نزفت وذوافرات كان يعرف مؤدقا حتى كأني في الجفاف غرقت لكنني قمح العراق ونخله فلقت وجه الصخر حين نبت محسن القصيدة من وحي العامية العراقية يقول العراقي ميت من التعب الشعب الشعب مات من التعب ومن الملالة والوصب شعب أراد سلاله من بعد أن ضاع العنب شعب تقطع نخله من أين يأتيه الرطب باعة شر حثالة قالت له نحن النخب شغلته بالجوع الذي كالنار في الأحشاء شب لم نلقبالا للذي من قبحنا الغالي نهب ماذا جرى لعراقنا في غفلة مننا انقلب والمجد كان رفيقنا لكنه منا حرب نمنا طويلا والردى لم يبق روحا إذ وثب لم ينج رأس شامخ مما يقارفه ذنب وإذا اشتكى متظلم قالوا رئيسك منتخب قالوا أينكر فضلنا يا قوم ما هذا الشغب وإذا طلبنا حقنا ماجل ممثل والطرب حتى انتبهنا للندى في الغصن يأكله اللهب فاستد فينا غيظنا والصبر أحمده الغضب ثرنا على أقزامنا من حب في زهو ودب قمنا نريد حياتنا سلما وجوبهنا بحرب لن نستكين ونرتقي وليبتلونا دون ذنب بغداد نصب عيوننا يعلو ذوائبها النصب لن نستريح وعطرها في كل يوم يستلب بغداد يا أم النهى بغداد يا فخر العرب نفديك ضوء عيوننا وليعجبوا كل العجب أرواحنا لك فدية ابن لوالدة وهب في ساحة التحرير ذا جمع المروءة ينتدب نامي على أمل انتصار ذاك موكبه اقترب لك ما تريد لك ما تريد سبية ابن ورحمة خير رب شكرا لكم شكرا كبيرا لشاعرين الكبير ما كنا نزال على هذه القصيدة من يوم أمس وحرفي جد مضطربي كأنني واقف في الخطب دون أبي أرنو إلى بطل قد قام منتفضا مثل الأسود يجد الخطوة في الطلب يمشي كأن عراقي زهو خطوته وقسوة العنف للأبطال كاللعب يطوف في ساحنا في يوم ثورتنا كالصق ينظر من فوق إلى الذنبي لمثله كان شعري عند من سألوا أحلى من الشاد أو أمضى من الخطبي واسطة عقد هذه الأمسية شاعر مجيد ومن نمط فريد يكتب شعرا بقافية أو مما يعرف بالقصيد يعرفه أهل الحضر والمدر صرخ منذ السنين منذ السنين الأولى للاحتلال ضده ولا يزال في تواصل مع موقفه لم يغادره مهما تعددت المغريات إنه الشاعر الرائع غدير الشمري فليتفضل بإسعادنا بما كتب مساكم الله بالخير جميعا لي الشرف للمشاركة مع أخواني الكبار في هذه الأمسية التي نهديها إلى أرواح شهداءنا الأبرار وإلى كل أبطال هذه الثورة خلال هذه الأيام مرت بنا الكثير من المشاهد والمواقف البطولية التي نفتخر بها كعراقيين والتي يفتخر بها كل عربي وكل مسلم ومن هذه المواقف المرأة التي كانت تسابق الشباب للمشاركة في هذه الثورة أقول لا توقفوها دعوها حرة خرجت على الطقات ليبصر كل معتكفي نعم دعوها فهذه أم من خرجوا مثل الحسين بوجه الظلم والصلافي هذه لنا الأم والزهراء في دمها هذه ابنة النخل والأهوار والنجفي هذه ابنة الهيل والديوان علمها إن النساء رجال ساعة الشظف ألا تروها تباري الموت حرقتها على العراق كسه من بالغ الهدف القصيدة المشاركة هي عنوان خنجر السم كيف السبيل لدفع الشر ما الطرق حظ العراق جوار الفرس ملتصق كيف السبيل لدفع الشر ما الطرق حظ العراق جوار الفرس ملتصق أنا أحمل الشمس والتاريخ في دمنا كي نبرح الهم والأحزان والأرق لقد بلينا زمانا في حقارتهم من قبل حتى ضياء الوحي ينفلق من قبل ذيقار لم نلجم أعنتها تلك الخيول لحرب الفرس تستبق من قبل ذيقار لم نلجم أعنتها تلك الخيول لحرب الفرس تستبق فجدد الفتح أحقادا بخصتهم مذ قالوا إنا لهذا الدين نعتنق أرنوا إلى العرب ما حلوا بساحتهم في نار كسرى بيوت العرب تحتارق فلو دعوهم مجوسا في ديانتهم ما كان أتعبنا حقد ولا قلق مدراح كسرى تعبنا من مصائبهم وخجر السم للإسلام يخترق ودوخ الجن ودوخ الجن في الخبث الذي ملكوا كيف الروايات محض الزور يخترق ويدعون بأن الشرع منهجهم وإن تواروا على أقداسنا بسق محو العروبة والإسلام غايتهم إذ حالف الروم ضد الدين واتفق ويدعون النصر القدس فيلقهم وهم إلينا بهذا الجيش ينطلق حتى النبي تأذى من سفالتهم وكعبة الله بالنيران كم رشق وحول العرب أعداء لبعضهم ومزقونا وذي أحوالنا فرق لم يغلبونا رجالا في شجاعتهم لكنه الشر سيف الغدر يمتشق هذا العراق تشضى في خناجرهم وصوت بغداد بالويلات يختنق إذ أغرق الأرض جرذانا تموج بها لتترك الأرض بالنيران تحتريق ما سامن القهر إلا من بني دمنا عافوا الصهيلة لأجل الفرس إذ نهقوا وهذه الشام تبكي زهوها وجعا مذ غادر الأهل والأفراح والألق وأهل صنعاء ما عانوا وما خسروا في ركب بغداد نادوا الشام والتحقوا لا يصرح الفرس والأعراب في وطن لو السماء بخد الأرض ثم طبقوا يا نسل ساسان يا نسل ساسان يا فيروس أمتنا ستغلبون وهذا الزحف ينساحق ستغلبون وهذا الزحف ينساحق أحسنت شاعرنا القدير قدير الشماري على أحاس قصيد حين تقدم من تحب تتزاحم الكلمات جذلا في تسابق حميم لتقدم شاعرا أنيقا وفارسا لا يشق له غبار في ميدان الشار له حضور عراقي وعربي كبير ويتمتع بشبكة علاقات تأخذ منه وقتا كبيرا لإدامتها والتواصل مع الآخرين يختار مفردته من بين عشرات الكلمات ليضعها بحسابات دقيقة فتظهر القصيدة رشيقة المبنى ودقيقة المعنى يعتني كثيرا بمظهره وإلقائه ليشيع البهجة في نفوس المتلقين أظنكم عرفتم من أقصد إنه الشاعر الأنيق الرائع محمد صيف فليتفضل إلى المنصة التي تشتاقه بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكرام السلام عليكم صحيح ضنوا بأن تثني العراق حراب خاب وأحلام الطغاة سراب ضنوا بأن تثني العراق حراب خاب وأحلام الطغاة سراب هذا العراق مسور بهدى الأولى زحمت لهم أفق السحاب قباب فالعازمون على التحدي فتية والقابضون على الجراح شباب هم فتية قد آمنوا فاستبسلوا والموت للمستبسلين ركاب هم فتية نهج الحسين منارهم وثقوا بأن لهم الجنان معاب زحفوا على دمهم وفوق صدورهم حمل الشكاوى للحسين كتاب هم فتية طلبوا الحياة فأحرقت أحلامهم برصاصها الأحزاب أفق العراق أفق العراق دم وآل مصيره لعصابة دستورها إرهاب قاءت نفوسهم الخبيثة قيحها وأزيح عن قبح الوجوه نقاب قدر العراق بأن يظل مخضبا بدمائه والحاكمون ذئاب لم يبق شيء في العراق محصنا كل العراق بعرفهم أسلاب لا يفقهون سوى الدناءة مذهبا فالعيش في شرع اللصوص نهاب كم تاجروا بدم الحسين ونهجه فمتى الحسين يحبه نصاب حاشاه وهو لكل حر بيرق أن يستضل بنهجه كذاب ما اهتز في خوض الصعاب ثباتنا وجنى الثبات على الصعاب غلاب ستطيب دجلة مشربا لضمائنا ويطيب من دفق الفرات شراب بغداد نحيا بالبطولة عرسها ولها دماء الثائرين خضاب فإذا الطغات فإذا الطغات استرخصوا دمنا فما يجدي سوى لغة السلاح خطاب شكرا لكم شكرا لشاعرين محمد السيف على هذه القصيدة وقبل الختام ومن باب الوفاء لشاعر أرسل لنا قصيدته الشاعر الدكتور عبد الودود القيسي فأقرأها عنه بالنيابة أصخ غيثا على صحب هطولة يراقص رعده قلبا عليلا يبدد ظلمه ضمأا تمادا يساقي من شكا عطشا ذبولا يمد لكل من عانى عليلا يديه وإن غدا جسدا عليلا عراق الماجدين تظل فينا دمانا لا ترى أبدا بديلا وإن كنا على بعد وبين هو الغدار من فرض الرحيل إذا هم زوقوا للقول وجها حديثا كاذبا أبدا عسولا ففي أفواههم ناب وظفر وهاهم كشروا قالا وقيلا إذا صيغ الجمال بشكل وجه لكان قبيحهم وجها جميلة هناك من رأى في القرب قربا رأاه عشائرا ضلا ضليلا إذا ما ضامه سغب وذل يرى فيهم لطيبته خليلا كأن عمومة يسعى إليها رجاءا أو رأى فيهم خؤولا فما ألفا سوى ذئب وأفعى فصيلا غادرا تبع الفصيلا سقته بطبعها نهشا وسما وكل الغدر ديدنهم سبيلا يعود لأصله الغدار سقطا ويبقى الحر مرتفعا أصيلا لأرض الرافدين غدا سأمضي لشمس فيه لم تعرف أفولا غدا أمضي لها جسدا كليلا وقلبا قد شكا ومضى عليلا غدا أمضي لها طفلا بشيب تعانقني منازلها نزيلا ولو أني سقيت البعد مرا فصبري قط ما أقنى وعيلا أنام الليل في بغداد كرخا وأصف في رصافتها مقيلا سيبقى كرخها حيا عزيزا وعذراء رصافتها بتولا وإن هم يغدرون اليوم أهلي قتيلا راحا يتبعه قتيلا فهم شهداء أحياء كرام وهم لله قد شدوا الرحيلة كأن دماءهم كانت بذورا تساقي نفسها فغدت فسيلا وبعد شهادة عوضا تسامت لما هدموا وما قطعوا النخيلة غدا بالخيل فرسانا سنمضي سقورا تسبق الخيلة الصهيلة أظنني أني قرأت للدكتور عبد الودود ولعله يرى على هذه القراءة وفي الختام شكرا لهذا الحضور البهي والشكر الكبير لشعرائنا الرائعين الذين أتحفون بقصائدهم وشكرا كبيرا وعرفانا جميلا أدركه العراقيون جميعا لقناة الرافدين التي أتاحت لنا هذه الفرصة في تغطيتها الدقيقة لأحداث هذه الثورة وإلى لقاءات أخرى قادمة شعرية وحقوقية همها العراق الذي يجمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا